السلام عليكم وأهلا بك في فيديو جديد وتيب جديدة ازاي اعرف ان انا وصلت لمحلة الادمان من القهوة التيفي لا هنتكلم عليها الهré هيا ازاي اعرف ان انا وصلت لمحلة الادمان وازاي اصلا ما وصلش لمحلة الادمان دي واي ايه التجربه اللي انا اجرتها على نفسي لمدة تزيده على سنة ونصف سنة ونصف بحاول اعمل تجربه معينه هكلمك النهارده من وجهتين نظر لكن الوجهتين دول تقابلة مع بعضيهم هكلمك النهاردة من الاسكوب او وجهة النظر العلمية ومن الاسكوب او من وجهة نظر التطبيق التطبيق على نفسي لمدة تزيد على سنة ونصف خليك معي هنقش مع بعضينا حاجات مهمة جدا انك تعرفها بعد الفاصل اهلا بك من تاني لو انت شخص من الناس اللي بيحبوا يشفبوا القهوة من محبي القهوة من الناس اللي متعودين ان هما يشربوا قهوة المهم خلينا نعرف ازاي ما نخشش لمرحلة الادمان ونعرف ازاي نحن دخلنا في مرحلة الادمان وازاي نقلع عن هذا ادمان الكافين يعني ازاي نقلع عنه وفي نفس الوقت ناجع نشرب قهوة تاني بصورة اه سيف شوية او بصورة اكثر امانا اول حاجة ازاي ما نخشش في مرحلة الادمان بانك ما تمشيش على اعلى دوز من الدوز بتاع القهوة او لاعلى جرعة من جرعات القهوة لمدة طويلة يعني ايه؟ يعني انا مثلا قمت للنهاردة تمام زي الفل خدت فينجاني القهوة الطبيعي بتاعي اللي هو النورمال دوز او الجرعة الطبيعية خدتو اه تمام اشتغلت شوية حاجات زي كده قاعد بقى ما بعملش حاجة لكن محتاج ان اشرب حاجة سخنة او ان اعب بذاكر او قاعد شغال او قاعد ما بعملش حاجة او اعب بتفرج على حاجة بلاش يكون اختيارك هو القهوة لان انت في الحالة ديت هتوصل لماكسيمام دوز او لأعلى او لأقصى جرعة من اللي انت بمفروض تاخدها اه لمدة اطول وهتوصل له بصورة لا وعية لان انت يبقى الخيار الطبيعي بتاعك او الاختيار الديفولت بتاعك الطبيعي هو القهوة فهتاخدو هتلاقي نفسك الكافين عندك بيطلع وكمان معلومة ليك الكافين مش موجود في القهوة بس الكافين موجود في منتجات كتير حوالينا لكن مكشور ان انت تكون تفرجت على الفيديو بتاع لان في تفاصيل الكافين كلها كل تفصيل عن الكافين مش عن القهوة بالاخص ده عن الكافين لكن انا النهاردة في حلقة النهاردة بتكلم عن القهوة بالاخص تمام يعني كده باختصار ان الفكرة ان انا ما وصلش لمراحلة ادمان القهوة اني ما خليهاش هي الخيار الديفولت بتاعي لما اجي اشرب حاجة ربما انا عايز حاجة اشربة ميبقاش الخيار الطبيعي بتاعي هو القهوة لانه هيوصل لك للمكسيميم دوز بسرعة جدا وهيوصل للمكسيميم دوز لفترة اطول يعني هتمشي عليه لفترة اطول فدوت هيقدي معاك الادمان ايه التجربة اللي انا اجرتها على نفسي التجربة اللي انا اجرتها على نفسي لمدة تزيد عن 13 او 14 شهر هو ان انا كنت ماشي مش المكسيميم دوز لكن حوالي 80% من المكسيميم دوز بتاعي انا كشخص رياضي مفروض باخد لحد 400 ميلي جرام كافين فانا كنت باخد في حدود 300 بصورة يومية لمدة تزيد على 13 او 14 شهر يعني حق داخل في سنة ونص باخد بصورة يومية 300 ميلي جرام كافين يعني اللون ما في حدود 3 كبات قهوة مش باخدهم كل يوم لكن باخدهم اغلب الايام يعني ممكن خمسة يام في الاسبوع فالفكر هنا ان انا وصلت لمراحلة الادمان لاني ماشي قريب من المكسيميم دوز لكن انا ازاي بقى عرفت ودي النقطة التانية ازاي يعرف ان انا وصلت لمراحلة الادمان لما بيكوني بقهوة مبتعملش معك افكت مبتعملش معك اثر لو تفتكر انا لسه اي لك دلوقتي ما تخليش القهوة هي الاختيار الطبيعي بتاعك لان انت هنا في الحالة دية القهوة مش هتعمل معك افكت اصلا فهتشرب منها اكتر فلما تشرب منها اكتر هتوصل بماكسيم دوز اسرع يعني انا اخدت كوباية فيها ميت ميل جرام كافين خلاص فضلت ماشي على الكوباية دية لمدة ما الكوباية دي بعد كده مش تعمل حاجة فلما انا عايز ان انا اشتغل على حاجة ممكن ازوي كوباية كمان يبقى كوبايتين في اليوم حوالي ميتين ميل جرام كافين هاقدر ان انا اشتغل بفاعلية وانتاجية عالية جدا ان انا ضارب اواخد ضعف الكافين اللي انا باخده تمام لكن لو انا الاختيار بتاعي لو انا الاختيار الطبيع بتاعي هو ان انا باشتغل كوبايتين ثلاثة في القهوة في اليوم لما اجي بعمل شغل ما او اعب بذاكر او محتاج ان انا حاجة تديني او تديني زقة في التركيز ونقع دشغال هعمل ايه هشتغل كوباية رابعة خد بالك لو حتى تشربت كوباية رابعة مش هتديني تأثير فرق كبير عن تلات كوبايت لان انا اريد دخلت هنا مش ضعف الكمية بقى انا هنا دخلت تلت الكمية انا دخلت ميت ميلي زيادة تلت الكمية لان انا كنت واشتت تلتمية اصلا لكن في حالة انها بشة بمية بس لما دخل كوباية كمان فانا دخلت ضعف دخلت متين واخدت بالك معي هي دي الفكرة الفكرة ان انت لو ماشي على قريب من مكسيم دوس لمدة طويلة اه لما تيجي بعد كده عايز حاجة فعلا تزقك وحاجة فعلا تخليك تصحصح وتركز لو زودت كوباية ولا حاجة مش هتعمل معك حاجة تمام انت بتدخل زيادة حاجة لا تذكر او حاجة قليلة بالنسبة اللي انت متعود انت تدخلوا لكن نرجع تاني للتجربة بتاعتي اللي انا كنت ماشي فيها حوالي تلتاشر او اربعتاشر شهر متواصل بشرة فيهم يعني قريب من المكسيم لمدة طويلة جدا قريب من المكسيم بصورة شبه يومية لما بيتعوز ادي النفس بوش او ادي النفس زقة ازود كافين او ازود اهو او ازود كوباية ما بتعملت معي حاجة فهنا ده كده يديني اشارة الى ان انا دخلت فيه مرحلة الادمان او دخلت فيه ان الكافين ما بقاش اصف معي في جسمي تمام اه كل الخلايا او كل المستقبلات طبعا انا هسيب لك فيديوهات تحت بتتكلم عن الكافين بصورة علمية اكتر زي موانت لك الفيديو بتاع دوت وهسيب لك قوضة فيديو كنا عملناه قديم لكن طبعا يعني هتلاقي الجودة طبعته تعبانا شويتين الفيديو دوت برضو هي بشرح لك هي ايه المستقبلات اللي الكافين بيقعد عليها تمام بتاعت ايه اللي الكافين بيقعد عليها لما انت لقى مستقبلات كلها متشبعة بهذا الكافين لما تزوج كافين زيادة خلاص انت اصلا اريدي ما عملتش حاجة فاهمني? طيب ايه الحل? ايه الحل ان احنا ما نوصلش للادمان بسوء اسوع اذنالك ان انت تحاول ان انت ما توصلش للادمان ان انت تقلل الكمية وتمشي على الكمية المعتادة او القليلة لمدة طويلة تقواني تخليها هيديت المعتاد بتاعك علشان لما تقص تزود يتلاقي في اثر. طب انا خلاص وصلت للادمان ودوت اللي انا حسيته بعد حوالي زي ما قلت لقى ترتاشر او بعتاشر شهر طيب عايز اعمل بقى مرحلة او ان انا انزق الكافين اللي في جسمي. انا كنت قلت في فيديو قبل كده اني فيه انوعين من انواع قطع الكافين. فيه اللي هو بتقطعها مرة واحدة وفيه اللي هو تقطعها واحدة واحدة. انا في اغرب الاحيان كنت بعمل بمشي على النوع اللي هو تقطعها واحدة واحدة كان بياخذ معي حوالي اسبوعين لحد يعني اننا خلاص ممكن ما اشربش اهوة واضل متعايش تمام مع مع الواقع تمام? فكان بياخذ معي حوالي مسلا باش بتلتك كبات اهوة لما مسلا اجي يومين تلاتة اشرب كباتين بعدها يومين تلاتة اشرب كباية بعدها يومين تلاتة ما اشربش فبيخش في حوالي اسبوعين علشان تقطع فيتعايش مع عدم شرب الاهوة لكن انا في المرضية في التجربة دي عملت خالص خالص يعني افلت ان انا ما فيش كافين داخل جسمي مش ما فيش اهوة زي ما قلت لك لازم تتفاجع على الفيديو لان الموضوع مش قهوة وخلاص تمام مفيش كافين دخل جسمي لقهوة ولا شاي ولا شوكالاتة ولا اي حاجة فيها كافين دخلتها جسمي ولا كاكاو ولا اي حاجة من لها كنت متعاود ان اشربها فيها كافين تخش جسمي لمدة قد ايه يا سيدي وهي ديت المفاجأة. اربعة خمسة ايام خلاص انت جسمك نضف كل الكافين اللي فيه. شوف لي ضاجة ايه? فب بالك بعض الاثار اللي هقول لك عليها دلوقتي عشان تلاعف ان الكافين طلع من المستقبلات ولا لأ? وبعد كده تلاعف الكافين طلع من الدم عندك واتنظف خالص ولا لأ? اول يوم صدع شديد جدا. ونوم نعسان مش قادر اتحرك. طول اليوم انت صلي نعسان عايز انام وصدع هيفلق دماغي نصين. هنا الكافين لسه في المستقبلات بتاعتك. هنا الكافين لسه في المستقبلات بتاعتك. ليه بقى? لان هنا انت ندخلتش كافين للمستقبلات دي. فالمستقبلات لاستقبلت كمية ضئيلة جدا من التعب لكن هي بالنسبة لها كمية كبيرة قوي. فانت يدوك بتتعايش ساعة ساعتين متل نفسك نعسان وعايز سنام. فهنا تعرف ان انت الكافين لسه ما طلعش من المستقبلات بتاعتك. تاني يوم في صدع شديد جدا لكن النعس وان انا تعبان وعايز انام ابتدى يجيلي او احس بيه على الظهر. تمام? ابتديت احس بيه على الظهر مش من اول مصحة من الصبح. ثالث يوم ان الصدع موجود لسه لكن خلاص مفيش نعس. انا مش نعسان. بس دماغم صدعه. تمام? دول اول تلات يام اللي هم اصعب تلات يام عدوا علي في هذه التجربة. اليوم الرابع خلاص ابتدى الصدع يجيلي على المغرب اصلا الصدع ذات نفسه بقيت دماغة صدع على المغرب. لما اعود في دوشة لما اعود اتعايش مع الواقع لمدة كافية اللي هو مسلا من الصبح لحد المغرب اجي بقى على المغرب كده دماغي صدعت ويه حاسس ان انا طبيعي يعني طبعا انت عايز تنام يعني لحد المغرب طبعا انت عايز تنام بس مش الناعس اللي يخليك عايز تنام مكانك في اي حتة. تمام? لا مش التعب دول. لكن اليوم الخامس هو اللي انا ابتدأت احس فيه ان انا خلاص انا بقى اللي متحكم وانا اللي مصيطف. الحمد لله مفيش صدع الحمد لله مفيش نعس او تعب او ان انا عايز انام او الكلام ده كله. خلاص بقيت هتعايش باليوم كامل بدون قهوة. ومن اول اليوم الخامس انا مديت التجربة بتاعتي ثلاث ايام كامان علشان اشوف الافكت بتاع القهوة على الجيم او على التمرين وهناك كانت المفاجأة. دقيق نفسي بطمر عادي جدا. بس مفيش التريجر او المحفز اللي يخليك عايز تاكل الاوزان. بطمرن باوزاني. اوزاني مو عقيتش. لان الحمد لللي انا طبيعي. فانت قطلة العضلية عندك هي اللي بتشيل الوزن. يعني انت مسلا هي الفكرة ان القهوة بتلعب شوية في التحفيز بتاعتك. تمام? التحفيز اللي انت خليك داخل كده عايز تقصر الدنيا وعايز تشيرح اوزان كلها. التحفيز دوت هو اللي ما كانش موجود. لكن الاوزان بتاعتها هي هي. يوم والتاني والتالت الحمد لله. اوزاني زي ما هي. الاوزان ما تقصرتش القوة. ما تقصرتش الاسترنسة ما تقصرش. لكن الفكرة ان انت مفيش التحفيز زي ما قلت لكم. مفيش الهايبارة اللي بتخليك بتسخر على طول. فاكنت بقى اخد وقت اطور شوية في التسخين. لكن الدنيا كانت زي الفل. فدي كانت تجربة يعني مصيرة جدا بالنسبة لي لان انا كنت اليوم اللي بروح اتمرن فيه. ايام ما انا كنت ماشى على القهوة بصورة يومية تلتمية ميلي جرام كافين. اليوم اللي كنت بروح اتمرن فيه وانا شايف الكوباية واحدة كنت بحس انها تعبن ومش قادر. فهنا التجربة فعلا مصيرة للاهتمام. لان انا بروح اتمرن غير مشهر قهوة خالص. والدنيا معي زي الفل. فالحمد لله. بس كده بهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انت كده عرفت ازا تتقري مراحلة الادمان في الكافين. واعرف انت اريد اه بتشرب قهوة بصورة يومية عدد كوبايات اكتر من واحدة في اليوم. فهتعرف تقدر تعرف دلوقتي ازا كنت انت ادمنتها ولا لا. وكمان تعرف ايه اللي تعمله لما تكون اريد في محلة الادمان. او ان انت لازم تشرب قهوة كل يوم تشرب تلاتة اربعة كوبات في اليوم. تعرف تعمل ايه? علشان ترجع تاني للمستوى النورمال بتاعك او مستوى الطبيعي او تقدر تتعايش مع الوقع بدون كافينة. اتمنى ان تكون جسا متعت وستفدت بالفيديو دوت لو عجبك يا تدينا لايك. ولو حاس ان ممكن حد فعلا يستفيد من الكلام دوت او صاحبك او ابوك او اي حد من زميلك. اللي شايف انت قبات القهوة ما بتفارقش ايده او شايفه يعني مدي القهوة اهمية زادة عن اللزوم زي ما انا كنت يعني اا شايف ان هو مدمن فعلا على القهوة بس هو مش عارف يا ريت بعت له الفيديو دوت. اتمنى ان انت لو عندك اي سؤال تسيبونا تحت في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليه. ولو عايز اي موضوع معاين نتكلم عليه ببعض قولنا تحت في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما توفيقه الا بالله عليها تركيز وعليها ونيب. السلام عليكم. اشتركوا في القناة